بخير اليوم، سينام اليوم، وصلنا لآخر حاجة اللي هو نيوكليس وكل الزاية هي آخر حاجة، حسنا أخذنا السيتو بلاسما في الأول تتكلمنا و ìخليط تكون من ما أسمى بروتو بلاسما إن بروتو بلاسما عبارا عن نيوكليس وأعبارا عن سيتو بلاسما أخذنا السيتو بلاسما بماتريكس، بالأوريجينز، بالإنكلوجينز و خلصنا، كانت مشوابه للحاجة واحدة، وهي نيوكليس which is very 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 important. مهمة جدا. يعني جدا. نيوكليس. سأسئلة كثيرة جدا عن نيوكليس. مش لشان اخر حاجة نسيبها. نيوكليس مهمة جدا. اولا نيوكليس هي ممبرين باوند كومبارتمنت في الخلية. يعني دي اكبر كومبارتمنت يعني اكبر جزء في الخلية تحوالي ممبرين. متحوط ممبرين. دي مين دي نيوكليس النواية. خلاص. على فكرة. نيوكليس بتتحكم في وظيفة الخلية. لو بتكون بروتين. لو بتكون سات. لو بتكون أي شيئا فجوز تتتحكمي مع نصية الخانية ممكن كتبع اكسنتريك يعني مثل ملك يعنيieme تلطي verso المال ممكن تلاقيها في نص� Zozi الخلية وممكن ان تلاقيها على اطراف الخليومة كما مثل في the fat cells على اطراف الخليومات عدد البيت علاق surf علاق الرعب الآنوية في العادة في العادة بيبقى single يعني هي كل خلية لها نيوكليس واحدة طيب في خلية بيبقى ليها اثنين نيوكلياي اسمها باي نيوكليت اسمها ايه باي نيوكليت يعني خليتين باي يعني اثنين اصلا ممكن يبقى اكتر من نيوكليس اسمها مالتي نيوكلير ممكن يبقى ما فيش نيوكلياي اصلا يعني خلية من غير نيوكلي اسمها انيوكلير يعني ما فيش نيوكليس واحدة واحدة بقى اول حاجة ايه والسنجل وهو في العادة أما البينيوكليت يعني مين الخلابة فيها اتنين قال لك الهيباتوسايت الهيباتوسايت هي خلايا الكبد كلمة هيباتو جاية من هيبر هيبر يعني كبد فهيباتوسايت يعني دي خلايا الكبد أو الاوتونوميك جانجليا اللي هي دي تبع الأعصاب تبع الجهاز العصبي والجانجلي يا جماعة دي بتبقى عبارة عن منطقة تمركز منطقة كانها استراحة بالنسبة للخلايا العصبية وبالنسبة للأعصاب يعني الخلايا اللي فيها كلها خلايا عصبية دي خلايا بفيها خلاص هيباتو سايت او الساعة الاوتونوميك جانجليا دي اللي هي مين دي اللي هي طملتي نيوكليار زي مين زي الاستيو كلاست والاستيو كلاست دي خلايا موجودة عندي في العضم خلايا فكلمة استيو أصلا يعني عضم يعني وكلاست بتكسر ودي خدناها فين قبل كده لما جينا اتكلمنا على اللايسوسومز في حتة النواب يعمل حاجة اسمها فكلمة جيت شرحت لك العظمة وهي كبيرة او طالع منها متركة ومحتاجين مية خلايا وتكون مية وخمسة وفيه خمسة زيادة تبتيج الاستيو كلاست كلهم مش كده دي اسمها دي اللي هي هي دي الاستيو كلاست دي مونتي نيوكليار ليها اكتر من نيوكليار او في السكليتال مسل في الالياف بتاعة السكليتال مسل زي العضلات الهيكلية زي البايسيبس والترايسيبس دي الفايبرز تعتها بمونتي نيوكليار او خلايا اسمها سينسيتيو تروفو بلاست دي اسمعي سينسيتيو سينسيتيو تروفو بلاست سينسيتيو تروفو بلاست السينسيتيو تروفو بلاست دي خلايا في المشيمة اللي هي بتغزي الجنين السينسيتيو تروفو بلاست دي برضو ملتي نيوكليار ليها اكتر من نيوكليار أو أنيوكلير أنيوكلير زي مين؟ زي الإيريثروسايت الإيريثروسايت دي هي المرحلة اللي قبل الـRBC على طوح إحنا هنا في الـRBC ما فالش حاجة خالص فالش نيوكلس يعني فأمتى بتفقد الـNUCLES لما تبقى في مرحلة الإيريثروسايت؟ إيريثرو يعني أحمر وسايت يعني خلية دي الخلية الحمراء اللي هي بتكون الـRBC أو في بعض من اللينس فايبرز يعني كمية لينس يعني عدسة العدسة اللي في العين في الفايبرز التاعتها ممكن تبقى نيوكلير أو في الـCRATINIZED CELLS بتاعت الإيبي ديرميز خدقى في الإيبي ديرمز اللي هو أول طبع من طبقات الجلد عندي إيبي ديرمز وبعدين عندي ديرمز وقص بك أو إيبي ديرمز وده ديرمز اللي هي الخلية اللي فوق دي الـCRATINIZED CELLS عرف يا جماعة مين؟ اللي هو جلدك يا جماعة اللي هو أول حاجة خالص اللي هي متعرضة للشارع يعني انت لو حط إيدك على جلدك انت مسك يعني انت دلوقتي على الإيبي ديرمز الخلية اللي فيه فوقيها طبق الكراتين اللي هو الكراتين ما ديها في الكراتين اللي هو بتعمل منه كده أو مسكات وكلام ده فالـCRATINIZED CELLS يعني الـCELLS اللي فوقيها كراتين فوقيها كراتين دي تبقى عبارة عن جلد ميت طبعاً مش في كل جلدك يعني أشهر مكان ليها في كعب الرجل من تحت لو بصلت على كعب الرجل عادةً بيبقى لونه اسود كده وتحس ان هو ناشف ليه؟ عشان المنطقة دي بتتعرض ليه؟ الترى ومنتدايس عليها دايماً والكلام ده فدي تبقى عبارة عن خلايا موظمة بـCELLS خلايا ميتة ما فيهاش نيوكلي اي اصلاً ليه اي محطوط عشان تحمي بس رجلك وخلاص يعني عشان كانت لو رحت الفلاح لفلاح لو بينزل الارض بقى برجليه شوف بقى الكعب الرجل ده عاملت ازاي تبقى حاجة ماشاء الله يعني حاجة ناشفة جداً برضو في النيلس في الضوافر ناها الضوافر دي برضو بتبقى الخلالة فيها ما فيهاش نيوكلياي او الهر الشعر يعني سواء الشعر او الضوافر او دول كلهم اي بقى نيوكلير الامثلة مهمة عشان الامسك يو يا جماعة تبقى حوالي خمسة لعشرة ميكرو ميتة شكلها على حسب شكل الخلية وتحرك يا اما أنتي ooh clicks pues يعني معه عقارب الساعة انتي يعني عكس عقارب الساعة ليس امم مهمة، برضوанов مcycles ذلك نيوكلياس يا جماعة worship 正 cogniz Behind نيوكلياس به Wonder المصنون أزرق نحن مسرанный نحن 1969 هشتoint اللسه لاحظ مفرق بلاخصة الكحر هشتías هشتلاً هشتري 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 وانهم أزرق فيبدو انه أحمر و انه أزرق هنه أزرق انا دقيمك كل مرة بارسن معك و برسنة منه الأزرق ممكن تبقى اما أزرق خفيف وهو ويت ستين او أزرق غامق الخفيف ده يا جماعة بتاعيتها بتبقى يعني انت شايف الجو واخبار ساعدتك يعني انت الغطب بتاعها أزرق بس خفيف فانت شايف المحتوى على عكس المحتويات بتاعتها يعني انت بشاف جوه يعني مثلا ايه انت مثلا جدت بلونة خلاص بلونتين بلونة زرقة باحتة شوية وبلونة زرقة غامقة يعني ازرق فتح و ازرق غامق وحاطت جوه دي مثلا مية و دي مية و لهم الاثنين فانت هتشوف المية فين في اللي هي لونها ازرق خفيف اللي هي اللايت ستيند انما الازرق غامق مش هتشوف حاجة جوه اصلا خلاص كده ده اللي هو اسمه الابينتس اهم حاجة انها بيزوفيلك في الاكشم ايه بعظيم جدن طيب تعجب عن اشوف النيوكلس دي بتتكوى من ايه يعني تركيب النيوكلس دي عمل ازاي بقى بص بقى اه ده النيوكلس اول حاجة في النيوكلس دي اللي هي الممبرين احنا في الاول قلنا ايه قلنا انه ايه عبارة عن الممبرين باوند كومبارتمنت يعني دي اكبر كومبارتمنت موجود في الخلية حواليه الممبرين يعني خلاص فتلاقي انه الممبرين بتاعها يا جماعة عامل كده بص ايه ده عبارة عن الممبرين او مثلا كده او خلينا نرسمها بي ايه اللي هو كده مثلا ايوة ايه ده ايه و ايه ده ايه بالشكل مثلا كده خلاص بس لتاخد براك بقى من حاجة بص بقى هتلاقي انه النيوكلس بتاعتنا يا جماعة الممبرين بتاعها باب الممبرين يعني اثنين فعندي من برا ده 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 اسمه اوتر ممبرين خلاص اوتر ممبرين و ممبرين من جوه هذا اسمه inner membrane يبقى عندي outer و inner membrane عندي جوه النواة بيبقى عندي جميل جدا 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 هذا المنظر هذا اسمه النيوكليولس 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 اللي هي النوية النوية بتاعت النواية اسمها نيوكليولس عظيمة وبensor وهاجين عندي خيوط اللي هي ذاية مثلا الخيوط عن الذين اسمها اسمها الكرومتيين الكرومتيين اقولك في بڭتها عن ذلك الكرومتيين ايه كروماتين الخليط بقى او ايه اسمها الكرومتين الكرومتين التقريح عندي ل wolves الرقم 1 عندي النيوكليولاس الرقم 2 عندي النيوكليولاس رقم 3 عندي خيوط دي ايني اسمها الكروماتين الرقم اربعة عندي ماتريكس ماتريكس اللي هو مثلا جماعة ده ذا كده اسمه النيوكليورماتريكس اللي هو انا عمل هولك باللون اللبني ده هذا هو نيوكليUEUR متريكس وهو ماتريكس الذي يدفون النيوكليس نعم وهو ماتريكس الويه الاواجس هذا اسم هذا نيوكليور متريكس حسنا ناقض نقض outra نأخد نيوكليور ميمبريون نأخد الكرومتين نأخد نيوكليورس و ن sẽخد نيوكليور ماتريكس يبقى نحن نخلصت نيوكليسiston اول حاجة نيوكليور ميمبريين على تزيق حيننا نستخدمين ميمبريين اسمه نيوكليور م temos يعني كمية اصلاً يعني ظرف عف الظرف بتاع البلوس فهو اسمه او نيوكلير امفلوب او نيوكلير امفلوب ده بال ال 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 ام بيبقى بيبقى بيزوفيليك لاين بيبقى بيبقى خط رونه ازرق بيحوط عن نيوكلس وماسك في من جوه يعني فيه كرومتين بتاعه بص يا سيدي يعني بص شايف انت كرومتين ازرق ده او اللي هو كرومتين ده بيبقى لازق في من جوه بص شايف الكرومتين لازق فيه لازق فيه اهو الماضة ده لازق فيه من جوه عظيم كده ده اللي هو مين ده بال ال ال ام يبقى بقى عن خط ازرق خدت لبال ساعدتك طيب مالبي الالكترو مايكروسكوب بقى لان ان هو دابل وول ميمبريين يعني هم ميمبريين لو توول دابل وول زي ما انا كنت راسمه لك كده طيب ما بينهم ما بين الميمبريين ديت عفكرة او بيش ميمبريين انا كامل بالمنظر ده انها هناك زي ما فيه دايما ذا مايكروس فيه دايما ثقوب يقولك انهم ميمبريين مثقب يعني فيه بورس بص شايف لاكبر قال بور فيه وكان بور بهذا الشكل وهكذا وهكذا هم نيوكلير قول التي لاكبرها حالا او ثقوب magn EL NEW خلاص نشوف سور النفي اهي دي مثلا اللي هي دي دي اللي هي عندك في الورق عندك اهي شايف دي مين ده بقى ده شايف ده الوول اهو يعني ده من بره وده من جوه اهو من بره ومن جوه ما بين الوولز وبعضها في دايما عندي مين بقى دي دي هي نيوكليار بورس طيب شايف مين دي الزرق دي مين دي دي النيوكليولاس دي النوية شايفة ومين الخيوط دي شايف الخيوط دي مين دي دي كرومتين ومين ده بقى ده ده اللي هو نيوكليار ايه النيوكليار الماتريكس عظيم جدا طيب اه تعاني تكلم على البول هو خبارك وكده الانفالوب خلص كده الغشاء النمو بدا خلص اللي هو الالم بيزوفيلك لاين واليم ضابل وال المين برين وفي بور ز من موجودة فيه آه لكن تعاني نتكلم بعه البورز بقى هي ايه ايه نيوكليار بورز بقى اللي هي على فكرة بيسموها نيوكليار بور كومبليكس koska نيوكليار بور كومبليكس تاني نيوكليار بور كومبليكس ًxo اللي هو بيسموها الىم بي سي نيوكليار بور كومبلكس ايه نيوكليار بورس دي عبارة عن ايه بقى اولا دول موجودين في نيوكليار ميمبرين يعني عند مسافات منتظمة يعني مش اي كلام لا لو جدت بص على شكلهم تحس ان هم فعلا من كل واحدة والتانية مسافات منتظمة بالمنظر ده عزين جدا ايه كمان قالك انه نيوكليار بور كومبلكس ده لما جدنا نبص عليه بالالكترو ميكروسكوب لانه بيكون من اربعة بروتين اربعة بروتين مين هي هذه بروتين دي قالك رقم واحد حاجة اسمها السكافولد رقم اثنين الترانسبورتر وبيسموه السنترال هب السنترال هب رقم ثلاثة ثيك فيلمنز ثيك فيلمنز طخينة يعني رقم اربعة الباسكت تخبرك الكلام مهم عندي تعالوا نشوف صورة الكلام اللي انا بقول له هي سيدي ثانية وحيدة ايوة بص يعني الصورة دي على فكرة موجودة عندك في في العمل اللي كمان يعني الصورة دي بتيجي وبيشلك البيانات بيشلك البيانات دي ويقول لك ايه ده و ايه ده و ايه ده فاهمني فالصورة دي مهمة جدا يعني ايه يا جماعة منظر ده خط بالك ايه قدام حضرتك ده ده اللي هو عبارة عن الايه النيوكليار ميمبرين او نجيب الصورة دي على البورد احسن عشان نعرف ان احنا نرسم عليه ثانية واحدة دعا السيليا خلينا نجيب انيوكليس ونجيب هذي السورة ديوة نكمل الصورة كده المنظر ده واسباك من الصورة دي مش وقعدت لي الامن بتاعنا بتاعسين من ده يا جماعة ده اللي هو انيوكليار ميمبرين بص بص ايه ده عامل ازاي بص بص يا سيدي شايف بص عامل كده 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 يعني نكمل كده فاهم وده الوول التاني اللي هو الوول التاني شايف كنا نكملين كده وبعدين برده هيقابلنا ايه هيقابلنا برده يعني بور تاني شايف وده بور تالتا شايف ايه انت الفكرة عامل ازاي يعني ده نيوكليار ميمبرين شايفو طيب عظيم جدا الناحية اللي هي دي الناحية دي دي اللي هي السيتو بلازم دي سيتو بلازم والناحية اللي جوه دي دي نيوكليس تاني الناحية اللي فوق خبلك الاتجاهات مهمة الناحية اللي فوق دي السيتو بلازم ودي دي نيوكليس بمعنى ده كده ده كده الاوتر ميمبرين يعني ده ميمبرين اللي هو مباره مش هو كان توول ده اوتر وول ده اللي بره ده الانر حاتفهم حاجة يا جماعة يعني دي بص شايف توفرده ده اوتر ده انر تعرفني فن الاوتر الاوتر؟ premises الهودة اللي هو الفوق يعني الاوتر اللي هو نحية تو البلازمي ده اناحية الناحية بلازم إنما دي ناحية جوه ناحية النيوكليس عظيم كده هتلاقي عندك ايه بقى خبالك لما جدا دي تضبلcia دي كده دي الفتحة دي الصغب هتلت لاعنيتم بهذا الج 힘ي يتتقيه من ايه بقى اولا بيتتقيه من البروتينز اللي هو عطر فيدي شايفه ؟ اللي هي البروتينز اللي هو عطر فيديado نقرر بالسلحة. اهي. هتلاقي الكون من البروتينز اللي هي عطار فيها شايفها? اه اللي هو البروتينز شايف شكلها عاملت ازاي شكلها غريب كده. اه دكتور ايه دي? ايه دي ايه دي ايه دي مين دي حضرتك? هي دي بقى اللي اسمها الاسكافولد. دي كده اللي اسمها الايه الاسكافولد. دي اسمها اسكافولد. خلاص? دي اللي هي محوطة عليه. يعني محوطة عليه دكتور. يعني بص. انا بصين على البور ده من فوق. يعني مثلا بص. ادى الممبرينة هون شايفو? وادى الممبرينة تانية احنا بصينه من فوق. من فوق. كويس? هتلاقي ان البورده عبارة عن ايه? اذا شايف? متحوط بالسكافولد بالمانزل ده. او متحوط بالسكافولد. في اسكافولد محوطة عليه بكل حتة. طيب ما نقصوا دي? فالسكافولد خلاص? خيب. وبعدين عندنا ايه? وبعدين عندنا اه الترانسبورتر. الترانسبورتر اللي هو الحاجة بقى اللي بتعدي اي حاجة عايز تعدي من برى الجوه. يعني بس. انا مسلاحة انا فى هنا. انا فى. انا فى.. هم. خايز? عايز عدي واروح ل هنا، عايز اخرometers. هعدي بنيل. هعدي من جوة, ده. اه. انا موجود هنا. اه. ونجاي ماشي 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 ماشي. وداخل جوة الده. اللي هو المخروض ده. اللي هو ده يجب. اللي هو شايفون؟ انا من جاي داخلي من هنا او طالع من خفلها او طالع من خفلها فتمتفكرة عندها ازاي؟ فاسمه الترانسبورتر الي هو الناقل الذي ينقل الحجم من خفلها خفلها او يسموه central hub اللي هو الناقل في النص بالضبط يعني فتده عندي ايه جماعا؟ عندي عندي السكافولت اول حاجة وعندي الترانسبورتر او ماذا؟ عندي ايه كمان بقى؟ عندي حاجة اسمها thick filament مين يا جماعة؟ مين هذه؟ هذه الفيلمتسه؟ هذه بصة ناحية السيتو بلازم لأن ذلك أقول لك الإتجاهات مهمة هذه بصة ناحية السيتو بلازم أخر من الفور وفي اتجاه السيتو بلازم آخر مني أشياء يسمى الباسكت اللي هو عيدان القابريت التحت دي عيدان القابريت اللي تحت دي هذه اسمها نيوكليير بسكت اعدان الكابريت دي في اتجاه النطب في و الليjąك لسي32 يبقى انا عندي يولياتر لابنط به بيواسمار دا اللي بيعد من خلال الحاجات في اتجاه الالسيちら هذا البيض في اتجاه النيوكليس هل هو كده؟ تعالي بقى ارا الكلام اول حاجة البيض ده يحوط على البيض وبيصبورت البيض يمنتين البيض يعني بيحافظ عليها وكمان يمنتين ما هي الحاجات البيض يعني قبل كده حاجة تعدي من بره جوه 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 فاي حاجة بروتين موجود جوه عايز يعدي بره رايبوزوم عايز يعدي من جوه 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 مين اللي بيعمل بيومتين او بياخد بالاه من هذا العمال اللي هالسكافرت هو اللي بياخد بالاه منها اذا ح boils قبلها ساعدتك انما مين اللي بيعدل حاجة بقى هاتف ثügة یعني هاتف ده Kane quindi single protein oder مسؤولة على Three St geç ing proteins يعني اما حاجة داخلة نيوكليس حاجة خارجة من عن طريق عن طريق الريسابترز موجود عليها موجود علي هذا الترانسبورتر دي حوالي تهات النانوميتر في الدعميتر ودي طلع من الاسكافولد مين بقى؟ او بص على السايتو بلاسما يعني دي بص على السايتو بلاسما دي ممكن تكون ستيجينج اريا للبروتين ترانسبورت يعني دي ممكن دي اللي هو البروتين هو جاي ياخد باله يبقى يعرف ان هو خلاص دخل على البور يعني كأنها اشارة او البروتين يقف على السايتو بلاسما حد ما يجدوره وبعد ذلك يخش على الترانسبورتر يعني البسكت ده ده برضه طالع من الاسكافولد وباصس على مين بقى؟ باصس على نيوكليوبلازم يعني باصس على نيوكليز واخد بالساعدتك طب ضف هذا يا دكتور ده ار ايه ترانسبورتر ده مين الارين ايه اللي هو الاموارين ايه والارين ايه والارين ايه ترانسبورتر هو بدل مين انهم؟ البسكت فالبسكت ده موجود بس عشان مين؟ عشان الارين ايه حاجة سباشي وكان الارين ايه ده ايه؟ في اي بي واحد ده يعني مسؤول من جهة سيادية في الدولة مش هيدخل يعدي ويقف في الطبور ده بيخش يعدي من قاعد كبار الزوار اللي يبقى لعندي مين بقى؟ انا عندي الام بي سي ده اربعة بروتين الامنتس خلاص؟ تخيل معي انه هو يعني حلو المسأل ده كمان انه هو مطار انه هو مطار خدت بالك عندي السكافولد ده عبارة عن البوديجاردات اللي في المطار دول البوديجاردات اللي بيحوطوا على البول وبيعملوا من تيل البول وكمان بياخدوا بالهم من عمله يعني انا بوديجارد واقف في المطار باخد بالي بقى من الطالع ويعمل انه هو زميلة ورايحة من اللي غير ده السكافولد طب الترانسبوردر ده الطيارة نفسها اللي تنقل الركاب اللي بتنقل بقى البروتينز يا اما للدولة أو لبرا يعني اما للنيوكلس أو تأخدها من يوكلس لبرا يبقى الترانسبوردر ده الطيارة نفسها التكفليمتس دي بره دي واي كأنها اشارة يعني واي كأنها اشارة يعني انا اول ما نشوفها نعرف ان احنا خلاص داخلين على البور ستساعدتك دي بتطلع من في اتجاه سيتو بلاسما قم من الباسكت الباسكت ده قاعد كبار الزوار اللي هم من الكبار الزوار اللي هم ال RNA دي طلع من ال في اتجاه نيوكلس و دي زي ما قلت لك قاعد كبار الزوار خلاص كده يبقى ده اللي اخط بالك مهمة جدا الصورة دي عشان الصورة دي اما الابعد واسود بتاعها ما عندهم شباهها الابعد واسود بيشيل لك بقى ال وال 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 و ويحط لك يقول لك مين واحد مين اثنين مين اربعة في العمل او ممكن تيجي حتى في النظر يعني فاخبالك من الصورة دي والرسمة دي مهمة جدا ايه وظيفة ال MBC قالك والله بيعمل باسيف موفمينت يعني الحجان بتعدي عن طريق عن طريق بروتيني تشانل او أو بروتيني تشانل تسع نانوميتر يعني يعني معظم البروتينات اي ان كان بتاع اعمل ازاي بتعدي عن طريق يعني معظم البروتينات بتعدي عن طريق اكتف ترانسبورت انما في حاجات تانية بتعدي عن طريق بس في ترانسبورت مش مهم بتعدي عن طريق هو اهم حاجة عندي في ال MBC هو الكوبيدة اللي هم الاربعة دولة اهم حاجة في نيكي والاربعة دول زائد الصورة دي ده اهم حاجة عندي كله اصلا في الغشاء النوم وكل يعني عندك بتقولك ايه بتقولك انت انا عندي البولي رايبوزومز اللي هو البولي سومز يعني والريبوزومز هناك نيكيس وقد تتساعدتك تخيال معي اهى انا عندي مين التي هو الاري ار اللي هو الوارات الوارات انتبلازم كريتيكولومز دولة الريبوزومز موجودة على الاري ار بالمنظر ده مسكة هنا كده مسكة منبرى عند الاوتر منبرين منبرى ستتلقى أن الريبوزومز متحوطة منبرى حلاص ده الانيبيد اذا مين ده هذا الغشاء النووي نتعلم بعدها ماذا هو كرومتين مبدأين الكرومتين ده بيزوفيليك على فكرة النيوكلير ممبرين وغشاء النووي ده بيزوفيليك علشان الكرومتين ماسك فيه وخليه بيزوفيليك يعني السبب البيزوفيليا بتاعت النيوكلير انفيلوب هو كرومتين مثل時間 سبب البيزوفيليا بتاعة الريفوظوم حسنا؟ فسبب البيزوفيليا بتاعت النيوكلير انفيلوب هو كرو slavery لان الكروocumentين نفسه lake على فكرة الدي عبارة عن كويلت بارتس من الكروموزوم اللي هو الشكل بتاع الكروموزومذلك و��는V اللي هو ده اللي هو عنal ماسكة بعضها اللي عملنا لها كويلنج هيبقى شكلها كرو متين يعني كرومتين ده ما هو إلاديني exams خلاص كده على فكرة دول بيده بوزيتيف فولجن ري اكشن ايه فولجن ده فاكر فولجن اللي هو بتاع دين ايه و بتاع الارين ايه كان فيه فولجن بتاع الهيستو كيمستري والميسايل جرين بيرونين فاكر دي فهو تتلون من الاحمر يعني الكروماتين بيتلون من الاحمر يعني لو حاطت فولجن هلقل ان الكروماتين تلون من الاحمر دى اسمcesso ليس كده؟ مسكة في اليوكيام ميه منolo خلاص اي تين كنا عندي لها صورة سنة واحدة سنة واحدة لا ما عنديش لها صورة انما هو يعني فايبراليسرات الياف كده مسك فيه ان يكلم من بريم منغو لكن اهم حاجة بقى في الكروماتين انواع بتاعته اللي هو العنوان ده اهم اهم حاجة فيه انا عندي ثلاث انواع للكروماتين عندي هتيرو كروماتين تاني هتيرو كروماتين ايو كروماتين وبري كروماتين الهتيرو كروماتين ده يبقى كندنسد يعني متجمع ومتكوم مع بعض كده انت فاهم يعنى كله كده متجمع ومتجمع في بعضه اه عتكرة ده بيبقى 1980 ما بيشتغلش ما بيشتغلش انما الايو الايو كروماتين ده يعني مفروض من الاخر مفروض كده وده يبقى يبقى المتكون في بعضه ده وهو الهتيرو إنما الهتيرو المطاول ده ده اكتف ده اللي هو الهتيرو كروماتين ده بيظهر بثلاث أشكال ثلاث أشكال يعني ما يبقى بريفرال أو مارجنال بريفرال أو مارجنال يبقى نيوك ليولاس أسوشيتد كروماتين يبقى كروماتين آيلانز يعني إيه بقى بص شايف السؤال أنا سيناك دي حلوة شايف دي خلية ودي نيوك ليس بتاعك هلو كده طيب مين اللي كانت جوا دي دي اللي هي نيوك ليولاس نوية مش كده فانت الكروماتين عند لنا ثلاثة يبقى بص مضطرف شايف حوالين شايف اللون لونه يعني لونه اللبني كده مش عا 데� out عندك وماليفوض خلال اللون شايف أهو يعني شايف بهذاها بريفرال بريفرال ببريفرال أو بسموه كمان مارجنال يعني ايا كيمة مارجنال يعني على الطرف عند المارجن عند الحافة يعني أو ان هو يبقى جنب نيوك ليولاس شايف محوت على نيوك ليولاس بيسموه نيوك ليولاس أسوشيتد يعني مرتبط بالنوية مرتبط بالنيوك ليولاس يأما ان هو يجمع لوحده كده فالنص ويعمل الجزيرة جزيرة. بيستموها كأنه عمل جزر من الكروماتين موجودة في النيوك يا اسمين ده. يبقى هم ده مين ده خبالك ده كل ده على مين كل ده على الهيثيرو. على الهيثيرو بس هو اللي عمل كده. فالهيثيرو دايما انه هو يبقى يقيم انه هو يبقى يقيم انه هو يبقى خلاص. طيب حلو جدا. اما اللي ايه يبقى? ده رفيع جدا يعني مش مش متجمع مش 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 مبني يعني لقى مفروض زي ما اتفقنا. يبقى اكتف خلاص بقى اتفقنا. ده ده اللي شغال. ده اللي شغال. خلاص ده بيتكون بروتين. اللي هو الدين نيم الاخر يعني. ده بيسهم بتكون الدين نيم. او اللي بري كروماتين لي بعبارة عن عن والronic. هو فهم الفهم ليد هو التفحيل الايا كروماتين يعني. لكن انا اه ما حاجه عندي يا ايه يبقى هذا الثانقة يoul الت 어쨌든 واكتف الايا بري ده مرد انه الهودتين واكتف الاياч مرد انه health적인 واسم ت Rule الموليكولر استراكشن يعني هذا الكروماتين يكون تجمع كروماتين كتير كموليكيول كبير هيكون دين هيكون هستونز أو هستونات موجودة في التركيب هيكون أسيديك بروتينز معلومة ليس لازم ساكن من هذا يا جماعة الكروماتين يهميني قوي في الطايبز كله مهم بس يهميني أكتر حاجة في الطايبز النيوكليولاس النواية النواية تبقى بيزوفيليك بادي النواة كلها بيزوفيليك بادي بيزوفيليك بادي دي على فكرة دي بليستين يعني لونها أزرق غامئ ليه أزرق غامئ؟ قلق ستجوها حاجة اسمها الريبونيوكليوبروتينز دي مواد زرقة جدا يعني مواد بيزوفيليك جدا قمت بيزوفيليك بادي لأصل الزرقان نفسه دي جوه النواية عشان كده تبقى لونها أزرق جدا خلاص على فكرة يعني ما تتلونش مع فبتتلونش خلاص يبقى ميني كان فولجين بوزيتف إنما او عطلق ببق من فولجين ناجاتف خلاص عشان ما تنسهاش ناجاتف أولها إيه؟ ناجاتف أولها إن خلاص؟ طيب يهمين أول حتة الجاني؟ دي أهم حاجة في النيوكيلاس اللي هو الإي أم بتاعها اللي هو الإيكترو ميكروسكوب بتاعها مهمة قوي هشوف ست حاجات أول حاجة النيوكيلاس دي بتتكاومي تركيبها من جوعها من الزي قالك فيها حاجة اسمها بارس فيبروزا بارس فيبروزا كلمة بارس يعني بارت يعني جزء بارس جاي من بارس يعني جزء فيبروز يعني فيبروز رقب اثنين بارس جرانيولوزا يعني في جرانيولز في حبيبات بارس أمورفا يعني كلمة أمورفا أخذناها قبل كده في الماتريكس قلنا إيه كلمة أمورفا جاي من مورفولوجي قتلك قبل كده أنا عندي كلمة اسمها مورفولوج مورفولوجي يعني شكل او هيئة فلو انا بقول حاجة ملهاش شكل او ملهاش هيئة اسمها ايه بقى اسمها ا ا ا ا عدتنا في ا مورفا يعني ملهاش شكل بالانجليزي اسمها امورفس انما هنا اسمها امورفا يعني ملهاش شكل بارس كروموزومات يعني جواها كروماتين او جواها كروموزومات يعني مواد موجودة بشكل تموري شكل مؤقت بكم التموري مؤقت يعني اخر حاجة ان الانه اوه الانه اقول هو يبقى عن ست حاجات بارس فيبروزا بارس جرانيولوزا بارس امورفسا بارس كروموزومات تمبوري كبولنس و يجيلر يبارس فيبروزا البرس فيبروزا تبع فين فيلمنتس ماتيريا عبارة عن فيلمنت دي بتريبريزن لأخذ بلك بقا بتريبريزن اليو لي يتراسيكريبتد بريكيرزر آر آر اين ني داني يتمثل إي اليو لي آر آر اين ني يعني اللي آر اين ني البريرجيزر أخذ بلك البريرجر سر بتاع المخلق أو المصنع للرن يعني الحاجة التي تصنع الرن أو الرن يتكون نيولي ترانسكريفتد بارس فايبروزا بارس جرانيولوزا وهذا عبارة عن جرانيولز الجرانيولز داخلها ريبو نيوكليوبروتين وهو سبب البيزوفيليا وهو سبب انه ديبليستين بشي احنا قلنا الوقت انه هو ديبليستين عشان فيها ريبو نيوكليوبروتين موجود فين بقى الريبو نيوكليوبروتين ده في البارس جرانيولوزا وده بيمثل ايه بيمثل الماتيورينج الماتيورينج رايبوزوم السابيونت بارتكولز يعني الريبوزوم اللي لسه تتكون واخبالك احنا لو وجعتنا الريبوزوم يا جماعة هتلاقي الاريجين بتاعهم من النيوكليولاس من النوية الريبوزوم اصلا بيتكون في النوية عن طريق خلاص الريبو نيوكليوبروتينز موجودة في الجرانيولز في النوية ثاني حتة بقى في البارس جرانيولز بارس امورفا دي عبارة عن ايه بقى التفانة ما لها الشكل ايه يعني عبارة عن بروتين ملوش تكت ملوش هير خلاص مع بارس امورفا بارس كروموزومة دي موجودة جوة النيوكليولاس وحوالين النيوكليولاس ودي مسكة في كروماتين ماسس يعني ودي انها كروموزوم يعني ببعض موجودة في شكل مؤقت زي البروتينز والليبتز الانكلوينز واخر حاجة بقى حاجة اسمها نيوكليولار ارجانيزار ريجون نيوكليولار ارجانيزار ريجون واصلا الجزئية دي تم مفهودة ان انا اكتب جنبها سي سايتو جينيتيكس يعادية ان شاء الله نقودها في السايتو جينيتيكس ليه؟ لكن هي عبارة عن ساكنداليكو نستريكشنز انا كتب جنبها يا الله اللي هي تلتاشر وابعتاشر وخمستاشر وشيئ اتنين وعشرين دول بيشد ان ار 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 ان ايه ان شاء الله بازنдержار لا بيشد الفيح بالجينيتيكس هي فى ال جينيتيكس ان شاء الله فى مجدول التالت ان شاء الله فى مجدول اخر ده يوبقى مجزء طبعا النازمة الدقاءة هو اصلا عبارة اراقرير ان شاء الله هناخد ان احنا عندنا انواع من الكروموزومات حاجة اسمها أكروسنتر الكروموزوم دي ببقى فيها ساكنداري كونستريكشن هناخد الكلمة بإذن الله بالتفصيل المهم أنه يعرفها على عبها كده زي ما هي ان شاء الله تفهمها بعد إذن الله في الموديل التالي عظيم جدا خلاص إذا أنا عندي بارس فايبروزا نيو ترانسكريبتي بريكورزر بارس كرانيولوزا رايبو نيوكلي بروتين ماتيورين رايبوزوم سابيوني بورتيكلز أمورفا كروموزومة قوة حوالين أو النيوكليولس ونعمر عن أكروسنتر كروموزوم النيوكليولس هتلاقوا بها يا جماعة هتلاقوا بها الاريني بروتينز ليبت ليبروتينز الاني والاريني هايبريتز اللي هما اللي بيتح تحصيل فيهم تهجين أو ترقمة يعني ده محتوية أو المجتمعات النيوكليلاس ميندول فايدتها إيه؟ لجدئة بروتينز يعني دي مكان تصنيع الار ار اني É بأنواع بتاعته والأر ار اني É والاموراني خلاص يهميني قوي 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 في ايه؟ إنها بيزوفيليك إن فيها عراب ونيوكلي بروتين إنها فورج نيجاتيب الإيم بتاعها طبعا هي كل حاجة اهم حاجة يعني اهم حاجة الاماكن بتاعتها دي. تعال نشوف صورة. الصورة دي. دي صورة لي. اهي. دي صورة النيوكلوس. هتلاقي ان انت عندك مين دي. اللي هو الاسود ده. ده البارس فيبروزا. ده البارس فيبروزا. من النقطة هنا دي؟ دي بارس جرانيولوزا. المحتقة البذلي مين؟ دي النيوكلولر بيبقى حواليها ... طبعا هذا هو ... ماتتاك تستخدموا له ... يناقضان على ثلاث حاجات عظيم جدا فضل لي حاجتين ثلاث حاجات ماهو نيكليوم ماتريكس ماهو نيكليوم ماتريكس ماهو المبين كروماتين والنيوكيولاي ماهو اللون اللبني زي الماتريكس تحت سيتوبلازم مروش شكل يعني في شوية جرانيولز وخلاص هو ده نيكليوم ماتريكس كم فضي يعني انا اخدت الأربعة او الأربعة حاجات بتوع مين بتوع نيكليوس اللي هي الانفلوب اهم حاجات الامبي سي عندك الكروماتين اهم حاجات النيوكيولايس اهم حاجات الام و الماتريكس خلاص؟ طيب ايه هي الفونكشنز بتاع النيوكيولايس يعني النوادي بتعملي الفونكشنز بتاعتها يعني والله قال لك ان هي سنسز اند ستوريج يعني بتكون وبتخزن الار ار ار اي نيه اللي هو في النيوكيولاي ولسيح هستغدينه الوقت ده ايه كمان قال لك مسؤولة عن الريبرودوداكشن اوف سيلس في انكثمات الخلية تساهم الخليلة ايه كمان قال لك ده اورجين الار اي ار يعني دي اوريجين بتاع تكوين الار اكتب اوريجين بتاع الرايبوزوم تزودها كمان ايه كمان قال لك ده باردو بتوسام في تكوين الانيويتلاميلي هل تفكر عنه يتلمني اللي هي السكر الحديدية فكرة اللي هي كانت اللي هي the exact function is unknown but maybe a messenger function هتفكر دي كانت بعض الميتو كوندري على طول اخر حاجة قال لك ان هي protection of mRNAs اللي في النوكليس يعني انا عندي في النوكليس انزيم اسمه RNAs فهي بتحمل mRNAs يعني هي بتعمل الحاجة او عكسها واخد بالك فهي بتحميها من دي كانت general functions بتاعتمين بتاعت النوكليس كده يبقى النوكليس خلصت بالتركيبات بتاعتها دي كلها نوكليس مهمة جدا يا جمع بيجا استئلة كتير اوي عندي بس ايه يعني حاجة بسيطة جدا بتكلم فيها عن جزء من الباثالوجي فول باثالوجي يعني اللي قول خليلة ما بيتموت يعني وبصراحة او ده جزء زيادات يعني ده جزء زيادات مش في الكوريكلم او مش في الكتاب الاصلي الا انه خلاص يعني الكلين بتشرحه او فيه الناس شرحته السنة اللي فاتت فانا قلت ام حطه عشان برضو ما بقاش فيه زيادة ولانه طالما انه حاجة زيادة جات اعرف انها تيجب في الامتحان طالما انه الدكتور عشان تعرفها بقى في بقية المواد يعني طالما انه الدكتور حط حاجة زيادة عن المنهج الاصلي اعرف انه هاجبها في الامتحان انه محطتها قاصد عشان يعرف مين اللي حضر مين ما حضرش او مين يتذكر من البي دي اف بتاعهم خلاص فانا عندنا جزء هناخده ان شاء الله تفصيليا في البتولوجي في المدين الرابع لكن خلانا ناخده مع بعضك اسمه نكروزز اند ابوبتوزز ابوبتوزز اسمها ابوبتوزز او اسمها ابوتوزز ابوتوزز خلاص انه البي سايلان يعني مش مهم التنين معناهم الخلايا ماتت تاني التنين معناهم الخلايا ماتت قبلك فس فيه فرق بقى انا اقولك مثلا واحد راجل او ستة يعني كبر في السن وصل الى بلغ من العمر ارزلو يعني بعده وصل سبعين ثمانين يعني اعمروا امتي من الستين او يعني متوسطة ستين خمسة وستين انويا ومات خلاص يعني راجل مات على سريمات يعني دايد ان بيس زي ما اللي جانب بيقول ده اسمه ابوتوزز ده اسمه ابوتوزز او ابوتوزز ده احنا عارفين انده يمول والله احنا عارفين خلاص او مال لا ده واحد يقولك ده اتخطف اتخطف او ولد يعني في سن الورد في سن التمنتاشر عشرين سنة خمسة وعشرين سبع و ايا كان وعمل حد ساو مات ده نكروزز خلاص فانت عندك مثلا هنديك مثال كرة ضم حمر بس انا هنديك مثال يعني كرة ضم حمر عارفينيس بتقعد مية وعشرين يوم اللي هو اربع شوور يعني ويتموت ده اسمه ابوتوز طيب لا ده انا عندي مثلا 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 بكتيريا بكتيريا جات ضربت الاربيسيز مثلا مين عارفين زي اللي هو اسمها المالاريا المالاريا بتعمل ايه؟ المالاريا دي بتخش تتكسر الاربيسيز هي رايح الاربيسيز لتكسر الاربيسيز هيبوكسيا مفيش اكسوجين البلدان يموت هل كرة ضم الحمراء دي ماتت علشان هي عادة المية عشرين والله لأ ده كاللصة افضل الله اربعين خمسين يوم ملقي ده اسمها نيكروز نيكروز فنيكروزز دي خلية من نتيجة عدوى نتيجة خطة نتيجة ورم نتيجة حاجة غلط حاجة بثارجي حاجة مش طبيعية فيقول لك يبقى يقول لك انه ابوتوزيز ده بروجرامد بروجرامد سلدس بروجرامد سلدس يعني ده سلدس خليها تموت بروجرامد احنا اللي منظمينه احنا عارفين ان ده يحصل عن طريق ايه عن طريق حاجة اسمها ريجيوليتد سويسايد بروجرامد يعني ده بروجرام ريجيوليتد احنا منظمينه يعني ده انتحار للخلية واحنا اللي عارفين واحنا نقال له حاجة فيسيولوجي يعني حاجة طبيعية ليه ليه بيحصل كده خلايا اللي هي تقريبا خلاص بوزب بقى او خلايا مش ضرورية احنا مش عايزينها اه 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 دي كده تخش في الاوتروزيز ويتموت على طول خلاص اللي بيحصله والله الدينات بيحصله فراجمينتيشن يتفرفك كده ويتكسر يحصل فيها فراجمينتيشن يبتدي ان هو يتكون على سطح الخلية ده بليبس بليبس مهم او بكلمة بليبس دي يعني ايه بيكون بليبس يعني بدل السلممبريم بتاع معامل كده يبتدي ان هو يعمل كده يعني شايف هو يتكون اه يعني ايه بليبس المنظر ده بصها على ريكسوريته حالا اليه دي شايف المنظر ده شايف اصبح يتعمل به امي ايه ايه يسمعها بليبس 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 للمنظر ده وبالتالي هنا بيبعندي بليبس تتكون من هذه الخلية تخش في الابوبتوزيز بعد اخلص تتحول من كونها خلية الى كونها ابوبتوتيك بادي ابوبتوتيك بادي يعني خلاص أصبح اسمها ابوبتوتيك بودي مش خلية وبعدها تقوم تعملholes PHILTAMPione أتعب بالك أنه لا يوجد نيوت tours opfل اعتبر نيوت؟ اعتبر الخلية المتعدلة أذكر الخلية المتعدلة كانت عندك والحمضية والخلية القاعدية والخلية المتعدلة والخلية الانفوية والخلية أحادية النواه الطب بالعربة فقر الكلام ده الخليل المتعلس معها نيوتروفيل يعني هل ما فيش نيوتروفيل ايه اللي لازمت حق بقملة دي اخو اولاك اصله معنى وجوه نيوتروفيل يعني فيه عدوى تاني النيوتروفيل بتطلع فوقت العدوى فوقت الانفكشن فوقت ان فيه بكتيريا او فيروس موجود لكن هل ده بكتيريا او فيروس لأ مفيش ده مش بكتيريا او فيروس انما ده ايه ده حاجة فيسيولوجيا احنا بيحصل لنا يوميا ملايين الأبوكتوزيز هل انت بتحس بحاجة اللي بيعصلك ولا اي حاجة خلاص فجي تسيولوجيكال كروسيز فرجمينتيشن ديني نيوكليس يتكون بليبس تحاول الأبوكتوتيك باديز يحصل لها فاجول سايتوزيز وشكرا ومالي النكروزيز بقى لا لا بص 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 دم باثولوجيكال سلداس دي خلية ماتت بشكل باثولوجي شكل مرضي باكتيريا خبطة اخدت مثلا سكينة في بطنك فانت عندك شوية خلية ماتت في الكبد على المعدة اخدت خطة في عينك واخدت بالساعدتك دي كلها بطالجي اولا بمعناه انه مش عايف يشتغل يعني ايه مثلا اخدت سكينة دكت في الكبد بتاعك هاد الكبد ده عارف يشتغل مش عايف يشتغل الفانكشن بتاعته بازت ليه ما انت متديره سكينة بطنه هيعمل هيشتغل ازاي او امبير اورجان فانكشن الاورجان مش عايف يشتغل او الاورجان نفسه خلاص ايه كبينة قالك بمعنى بمعنى شوية بشوية تلاقي انه الهيئة او الشكل بتاع الاورجان بتاعنا بيبوص والشكل بتاعه بيبوص يعني ايه مثلا يا جماعة انت مثلا عندك مثلا مثلا يعني انفكشن او انفلميشن يعني انفلميشن يعني العدوى موجودة في الجسم بس العدوى دي مطولة مطولة معانا يعني بتعود فترة طويلة طول الفترة دي هيعملت مودي يعني مثلا حد عنده هباطايتس هباطايتس اللي هو ايه اللي هو فيروس سي مثلا فيروح يضرب الكبد يحضر بالليفر ويبوص خلايا الكبد هل لو واحد عنده فيروس سي بيموت في ساعته او الكبد بتاعه بيموت في ساعته لا ده بياخد وقت بياخد سنين على ما يروح يعني صحي كده طيب في ظل هذه السنين بعدها لو احنا جينا جبنا الكبد بتاعه الشوية المباقيين منه هيتلاقي الكبد كده كويس كده بيلمع طبعا هتلاقي بويس ايه كلام ليه لانه داخل في نكروزيس بقاله فترة طويلة واحد عنده كانسر في اللونج سلطان رئة واحد مدخن مثلا عنه سلطان رئة هل اوه بيجيوه بيموت عطول لا بيقعد ست سبع شهور تمن شهور عام يموت طب لو احنا طلعنا الرئة بتاعته اللي هي فيها كانسر دي هتبقى كويس لا هتبقى الخلايا بايزة والبتاع مسودة وشكل الهيئة والتركيب بتاع الخلية والتركيب بتاع الأورجن باص دايما معه مين دايما معه يبقى إنت مافيش نوتروفيل يعني كروزيس مافيش نوتروفيل يببون التواصي خلاص يبقى مين في يوم الفيسيولوج İşte start مين فياوم الباصيروجيكال المين فيه يوم اللي إحناتم نفقد فتح والأورجن فنشن النقروز يا طب och أنما الأبتوز لم يعانى ايه هل معنى كده أنه الله في اقيام تع Greenкую قد هكذا عن العمل لحد اما الخليط لا يفضل شغال عادي يعني دي حاجة عادية انت فاهم حاجة عادية بتحسلك فيها فاخد بالأساعدتك انما في النكروزيل لا الفانكشنال بتاع الأورجران هيموت هل فيه بلبس بتتكون بالنكروزيل لا البلبس بتتكون فين في الأبوبتوزيل بس مافيش بلبس بتتكون فيه خلاص مين اللي يبقى معه من ياتروفيل مين معه ماهم اما عم المعهن النكروزل مين اللي معهوش خلاص زي مبول لك هو ده كله كلام بثارج. وعلى الفكرة فيه تفاصيل كتير جدا فيه أنواع كمان. ان شاء الله هناخدها في البطارجي. انما انا اديك جزء اللي هو كان بيجي في الزيادات. اريد يا جماعة اقول حاجة. لو في جزء زيادة عن اللي انا كتبه. مش معنى كده انه انا الكلام اللي انا بقوله ناقص. او ان انا بقول حاجة ولا يلا. انا عايز ااكد عن انت دي اوي. لو لقيت حاجة برا الكوريكلور. لو لقيت حاجة في البي دي اف بتاع المحاضرة. انا ملتاش. خلاص. مش تبقى حاجة بنعة فكرة. بقاش حاجات كبيرة. بتبقى حاجات بسيطة يعني. مش معنى كده ان انا اللي كاتب اي كلام او ان انا مش بقاش. لا. هو كل سنة الدكتور جاي ويقول لك والله انا اريد حاجة حلوة كده اما حطتها للعيار. تأكيد العبد لله اللي هو انا مش عارف ايه. يعني الدكتور في المرغو ايه في السنة الجاية يعني. انا مش عارف ايه. انا مش عارف ايه. انا بشرح لك قبل ما سنة تبدأ على فكرة. فانا مش عارف ايه. فانا انك لقيت حاجة زيادة. جملة زيادة بتاع زيادة. او مثلا لقيت انه فيه جوز انا شرحته باش موجود عندك. هما شلو بقى استنادي. مش معنى انت بان اعمل ايه. انا مش عارف ايه. فانا انا بشرح لك على ايه. على الابديتد. ايه هو الابديتد. اللي هو تشرح السنة اللي فاتت. اللي هو تشرح الفين تاتة وعشرين. اللي هو السنة الدفع الاصبر منك على طب سنة. ده هو نفس الشرح لهم استافدت بالزبط. وهو اللي يتشرح لك. هو المنحك ده هو نفسه بقى له يجي عشر سنين. بس يسعب بيزاوده. يا مثلا النيكروز او التوز ده انا ما كنت شرحه السنة اللي فاتت. ليه كان زيادة عليهم. بس جيت شرحت لهم في فيديو. جدا فيديو جماعة دي فيه كان نقطة زيادة شرحت لهم. خلاص. طب انت عليك انت السنة دي. لا عليك السنة دي هاوله لك بقى. انت السنة دي خلاص بقى انا عرفت ده الابديت بقى. انا دايما ابديتي بالسنة اللي فاتت. عرف لو زهر عندكم حاجة زيادة السنة الجاي هتلينا حدتها. وبشرحها. اهي ما نقص دي. دايما انا اقضيتي. فلو فين انت زيادة حد يبعتها لي وانا هنزل لها فيديو واشرحها لطول. ان شاء الله حتى هنزل لها ريكورد وحطها لها جروب التليجرام. على التشاريع متاع التليجرام وكله يشوفها وكله يعرفها وخاصة. خلاص كده. هنا الشابتر ده خلاص بفضل الله. دي اسئلة اللي على هذا الشابتر. اسئلة دي حلوة جدا 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 جدا. دي شاملة كل جزء عندي في. في الشابتر. بليز يا جماعة نحلها. هتلاقي عندك اربعة. وهتلاقي عندك الانسرز موجودة هنا ايه. عشان تشوش انت حالي الصح ولا غلط. هشوفكم ان شاء الله في.